اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا القليتش جاني اول ما نزل لكن صراحة ما حبيت اني انزله لانه غالبا غالبا عليه باند واذا ما كان عليه باند راح يكون عليه تصفير فلوس بالكامل يعني اكيد روكستار راح تسوي شي حيال هذا القليتش وحيال هذا الموضوع خلونا نطالع في الموضوع من منظور روكستار تجد طالع في لاعب معين تحصلوا بايع تقريبا ثلاثة الى خمسة بانثرز في اليوم الواحد تجد طالع فيك انت يلي مسوي قليتش تدبيل الجثة تحصلك بايع تقريبا خمسين الى مية بانثر تقريبا في ساعتين او ثلاثة ساعات تجد طالع تقول هذا مستحيل انه صادها كلها اكيد في قليتش او شي معين فيطالعون ويحققون في الموضوع وتطلع والله انك مدبلها فرح يعطونك بانت واذا ما كان في بانت رح يكون في تصفير فما حبيت اني انزله لانه غالبا غالبا رح تسبب مشاكل بيني وبينكم فحبيت اني اتجنبه طيب خلونا نخش في التحديث استكمالا اللي عادتهم اللي سووها في جراند روكستار شغال دريب فيدز وتنزيل المحتوى الجديد على شكل دفعات روكستار افتتحوا المقالة وقالوا انه الاسبوع اللي راح نزل اول تحديث رسمي للعبة وكان فيه تقريبا 300 اصلاح كامل بعدها قالوا حنا ما زلنا في البيتا لاننا نبغى نطور هذه البيتا الين ما نوصل للنسخة الكاملة من ردد اونلاين نبغى نحل جميع المشاكل وجميع الاخطاء والقلتشات عشان تكون النسخة كاملة مكملة وبدون اي اخطاء بدائية طيب اتوقع الجزء الاول من المقالة فيه رد للاشخاص اللي هاجموا روكستار على تحديثهم السابق وانهم ليش ما يضيفون اشياء كبيرة زي المزرعة والبيوت وزي كذا روكستار قالت انه ترى الوضع بيتا عشان نصلح الاخطاء وغيرها من المشاكل والتحديثات الكبيرة راح تنزل مع النسخة الكاملة من ردد اونلاين وليس البيتا بمعنى اخر خلوكم صبورين علينا شوية صراحة هذا شيء مو مبرر من روكستار لانه فعلا تحديثهم السابق كان جدا جدا سيء وفيه العديد من الاشياء الغبية على سبيل المثال الحركات والايموتس مر مبالغين في اسعارها اضافة الى انه كانت في بعض التحديات سويها بالإيفنز ريبيتر والإيفنز باقي ما نزل لنا يعني كانت فيه اشياء جدا جدا بدائية وجدا بايخة طيب اول شيء جديد اضيف لنا امس هو الإيفنز ريبيتر طبعا الإيفنز سلاح عائد من الجزء الاول من لعبة ردد ريديمشين وتحديدا كان مع جون مورستين خلال رحلته في الجزء الاول طبعا الإيفنز ريبيتر سلاح معروف برصاصه الكثير واذا كان واحد قريب منك وطلقته بالإيفنز ريبيتر اقرأ على عدوك السلام لانه غالبا غالبا وفاه طبعا الإيفنز ريبيتر رح يكون في محل الاسلحة ورح يكون سعره تقريبا 300 دولار سعره نوعا ما مقبول ما بين سعر اللانكستر والليتشفيلد يعني هو واقف في النصف سعر اللانكستر 243 والليتشفيلد 348 والإيفنز 300 دولار صراحة سعره مقبول مقبول أما بالنسبة لتعديلات السلاح لا أحكي لكم صراحة زي اللهب بالنسبة لتعديلاتي أنا واللي أحب أضيفها أحب أطور اللي هو الرايفلينج عشان يصير السلاح يوصل أبعد وسعر هذا التعديل 80 دولار وهذا أهم شيء في السلاح والشيء الثاني رح يكون الايرون سايتز طبعا لما اطور الايرون سايتز رح يكون أكثر دقة وثبات وسعره جدا رخيص تقريبا 20 دولار بعدها ركب للسلاح تقنيصة عشان تقدر تستخدم السلاح في الصيد وغيرها من الأشياء الأخرى السكوب جدا مهم في السلاح بالنسبة لآخر تعديل رح يكون حافظ السلاح وهذا الشيء ما يخلي السلاح يتوسخ بشكل سريع بكل بساطة يحفظه من الوسخ اللي يواجهك والبقية رح تكون كلها تعديلات على شكل السلاح ولون وغيرها عدل زي ما تبغى صراحة هذا السلاح حرفيا أفضل ريبيتر ممكن تشتريها في الأونلاين حاليا ليش يا صالح أول شيء فيه 26 رصاصة كاملة تعرف يعني إيش 26 رصاصة يعني إنسى إنك تعشك ما في إلا قوة جلد والشيء الثاني إنه السلاح مناسب جدا للصيد وتقدر تصيد بيلو عدد كبير جدا من الحيوانات إضافة إلى إنه جلات جلات في الحروب لأن الريتوفاير أو سرعة إطلاق الرصاصة عنده جدا جدا سريعة أجيبها لكم من جهة ثانية الإيفنز ريبيتر هو الفارمينت ريفل الجديد يشبه الفارمينت في أشياء كثيرة كثيرة جدا فإذا كنت شخص كنت تلعب بالفارمينت ريفل ترى الإيفنز ريبيتر نفسه نفسه بالضبط فجربوا وشوف رايك فيه طيب الشيء الجديد اللي أضافوه كمان رح يكون حدث السيرفر فولز جولد اللي تكلمنا عنه سابقا بكل بساطة حدث بنفسجي لازم تجيك دعوة عشان تقدر تخشه رح تجيك دعوة بنفسجية في خانة الإنفايتز عشان تقدر تخشه بكل بساطة رح يكون فيه عدد جيد من اللاعبين في مكان محدد وفي هذا المكان المحدد رح يكون فيه لبس مدرع ذهبي أول شخص ياخذه رح يكون المدرع ورح يظهر في الخريطة لكل المشاركين وإذا كنت شخص تبغى تصير المدرع وفيه مدرع حالي كل اللي عليك أنك تكتل هذا المدرع وبعدها أنت تصير المدرع الجديد وعشان تفوز لازم تكتل أكبر عدد من اللاعبين وإنت لابس اللبس المدرع الذهبي هذا هو إفنت الفولز جولد بكل بساطة صراحة رهيب نوعا ما وتستمتع وإنت تلعبه وإنت لابس اللبس المدرع الذهبي وأيضا روكستار أعطت جميع اللاعبين بكيج خاص بسبب دعمهم لهم في الفترة السابقة عشان تاخذ هذا البكيج توجه لأقرب صندوق بريد والبكيج رح يكون فيله ستين طلقة هاي فلوسيتي للفرد وستين طلقة هاي فلوسيتي للريبيتر وقنبلتين نارية وحارقة وثمانية أسهم نارية واثنين جولي جاك اللي تعبد تيد آي واثنين من أدوية الحصان والليك لور اللي ساعد في الصيد صراحة أشياء جميلة جدا وأي شيء بلاش جيب يا معلم إضافة إلى ذلك روكستار قالت الشخص اللي عدي خمسة حديات يومية من اليوم إلى 11 مارس رح ياخد هدية خاصة واللي هو الاسبيشال سبينر وهذا الشيء يستخدم لصيد الأسماك من جميع الأحجام والأشكال واللي ميزوا عن غيره بمجرد ما السمكة تأكل الطعم ما رح تقدر تفك منه صراحة شيء رهيب ومفيد جدا ومفيد بنسبة كبيرة للأشخاص اللي يحبون صيد الأسماك وآخر شيء تكلموا عنه إنه يا لاعبين استمروا في إرسال الفيدباك وملاحظاتكم لنا عن طريق الرابط وبعدها قالوا إن الأسبوع الجاي رح تجي أشياء رهيبة وحلوة زي مثلا رح تجيكم أطوار الشوداون وتحديات صيد الأسماك ورح تجيكم أيضا جوائز زي ما جانا البكيج هذا الأسبوع فانتظرونا يا أصحابنا طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم هل التحديث زي اللهب أو لا طيب ابكي وصلنا معاكم من نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة